اشتركوا في القناة عندي أمل كبير أنه 2023 تكون هي السادة التي تكون فيها إلغاء عقوبة الإعدام عندي أمل كبير لأنه المغرب يستحق حقيقة نظراً لما حققه من مجهودات في مجال النهوض بحقوق الإنسان المغرب يستحق لأنه ضم في الدستور داله بند اللي يتكلم فعلاً على الحق في الحياة أنه أول حق من حقوق الإنسان وأنه القانون يحمي هذا الحق يستحق ذلك لأنه هناك أحزاب في الأغلبية وفي المعارضة لهم مع إلغاء عقوبة الإعدام يستحق لأنه كين حركة مجتمعية واسعة وممكن تكون أوسع كالضم المحامين والمحامية الصحفيين والصحفيات رجال ونساء التعليم والبرلمانيين والبرلمانيات عندنا طلبات من طرف الفنانين والفنانات والأطباء والطبيبات اللي بغين كذلك يشكلوا واحد الشبكة ومازل ما يعني ما خرجاتش بغين يعني يعبروا على تجبوتهم في الحق في الحياة لأنه ما كانش إنسانية في تنفيذ عقوبة الإنسان على واحد الشخص إحنا هذي ثلاثين عام المغرب ما نفيد عقوبة الإعدام واشا عدغ نجعلوا الوراء وعادغ عاوتين غاد نبدو ندبحوا الناس ولا نقتلوهم ولا نتلقوا عليهم الرصاص هذي النس هما بشار هما حملت بهمهم تسع شهور هما عضاء في واحد العائلة عندهم أبناء عندهم أخوة عندهم أب أم وعندهم هما جزء من المجتمع وذلك الجريمة اللي يعني يرتكبوها كثيرا ما كيكونوا ما جيبوا أحدهم مسؤولين عليها كيكون كذلك البيئة اللي يتربوا فيها اللي هي كتجعلهم ربما قاموا بهذه الجريمة هذا ما كيعليش إنه غادي يكون الإفلات من العقاب لا بد يكون العقاب ولكن العقوبة موجودة في القانون الجنائي وكان طمحوا إلى عقوبة بديلة لكذلك يعني كتلأم حسب الحالات ولكن عقوبة الإعدام هي ليست عقوبة في إطار واحد العدلة حدثها بل هي انتقام وانتقام ما جهو العدلة إذن المغرب مرة أخرى كيستحق باش يدخل من ضمن الأغلبية ديال الدول في العالم لما يسمحوه فعلاً لغاو عقوبة الإعدام وخاصةً انتماءنا للقارة الإفريقية اللي كتضم 23 ديال الدول إذن أغلبية ديال الدول داخل الاتحاد الإفريقي اللي هما لغاو عقوبة الإعدام من القوانين يوم كل شوك بعشوك نسمى واحد دولة جديدة للغاة عقوبة الإعدام في إفريقيا وإحنا المغرب ما بغناش نكونوا إحنا للأخرين بغن نكونوا من ضمن هذا يعني الكوكب الأولادية للدول اللي كتخطوها هذه الخطوة الهامة في مجال حقوق الإنسان والحق في الحياة يجب تصويت المغرب على المرطوار يجب الإناء من التردد يجب الإناء من الالتواء والتل وخلق اللبس فيما يتعلق بالحق الحياة دستور واضح يجب تنزيل الدستور ويجب على السلطة والسلطة الحكومية أول ما نجيبه على الحسر احترام هذه المادة مادة عشرين وأن يقدموا في السلطة التنفيذية يقدمون البرلمان شروع قانون الإراء كفى من التردد وكفى من الالتداء كيف يمكن أن نزبرك البرلمانيين عندهم مسؤولية فاتقية المسؤولية للحكومة والبرلمانيين والمجتمع السياسي والأحزار السياسية كل يجب أن يشعر بمسؤولته أمام الحق في الدحات أي أمام الدستور والدستور هو واطق التي يجب أن تحترام